من عمان ينضم إلينا دكتور نبيل العطوم خبير الشؤون الإيرانية دكتور نبيل يعني في أي سياق تضع هذه العملية لاستهداف سليماني؟ شكرا جزيلا لكم يعني لا شك أنها تأتي في سياق الرد الأمريكي الآن كان هناك معلومات استخباراتية أمريكية عن وجود تحضيرات من جانب قاسم سليماني بمعنى الحرس الثوري الإيراني بمعنى إيران ووكلها وميليشياتها ومخالبها الموجودة في المنطقة لاستهداف الوجود الأمريكي في العراق وفي المنطقة الآن كان هناك تصعيد عبر وسائل الإعلام الإيرانية كان الصحف المحافظة مثل صحيفة جفان المحسوبة على البازرانة والحرس الثوري الإيراني تحدثت بشكل واضح وصريح على أن هدف إيران الآن هو إخراج القوات الأمريكية من العراق الأمر الثاني زيادة وتيرة الكراهية والتحريض ضد هذه القوات ثم خرجت علينا صحيفة كيهان المحسوبة على المرشد الثورة وتحدثت عن استعداد إيران لإخراج 5000 جندي أمريكي موجودين على الأراضي العراقية في واقع الأمر هذه الضربة تعتبر ضربة موجعة ضد قاسم سليماني التأكس أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية أو عزمت على تغيير قواعد الاشتباك مع الجانب الإيراني الآن كما تعلمين قاسم سليماني يدير شبكة من ليس الوكلاء والأذرع والميليشيات بل من الجيوش الموازية التي نجحت إيران في إنشائها خلال الـ 15 سنة الأخيرة نحن نتحدث الآن بعد سقوط العراق تمكنت إيران من إنشاء 34 ميليشيا تمارس عملها من خلال 10 أحزاب موجودة داخل البرلمان العراقي وموجودة داخل مفاصل صناعة القرار في العراق نحن نتحدث عن أكثر من 33 ميليشيا موجودة في الأزمة السورية نتحدث عن ميليشيا حزب الله اللبناني بفروع المختلفة نتحدث عن ميليشيا الحوثي نتحدث عن خلايا نائمة وبالتالي هذا سوف يشكل دعيني أسميه ضربة موجعة ضد النفوذ الإيراني وضد المشروع الإيراني الذي يشرف عليه قاسم سليماني من خلال ما يعرف في الكريدور الإيراني الذي يمتد من العراق إلى لبنان إلى سوريا أو ما أطلق عليه حبيب الله سياري رحلة العبور إلى المتوسط نعم طيب يعني روحاني توعد برد قاس على عملية الإغتيال برأيك ما هو شكل هذا الرد القاسي؟ ما هي الأوراق التي تمتلكها إيران للرد على هذا الأمر؟ يعني السؤال مهم محوري عادة إيران عودتنا على ما يسمى بالخطاب الراديكالي لكن هناك سلوك برغماتي على الأرض إيران لن تستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عمل حربي مباشر الآن الأسطول الأمريكي موجود أمام السواحل الإيرانية من خلال مياه الخليج العربية هذا الأسطول الخامس لم يأتي لصيد السمك جاء الحفاظ على أمن الخليج الحفاظ على أمن الطاقة على الممرات وحمايتها من الإرهاب والعنف الإيراني ومن المشروع الإيراني إذا كانت إيران صادقة بإمكانها أن توجه صواريخها إلى استهداف حاملات الطائرات القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة لكن إيران تبرع عادة من خلال ما يعرف بحروب الوكالة من خلال أذروحها ومخالبها الموجودة عبر الحريق الإقليمي وعبر الجغرافية الإقليمية إيران ليست من الشجاعة بمكان لتستطيع خوض حرب مباشرة وكما تحدث نفسه قاسم سليماني وعدد من المسؤولين الإيرانيين قالوا سوف نواجه أمريكا في لبنان سنواجهها في العراق سنواجهها في سوريا بمعنى أن إيران ليست عازمة بأي حال من الأحوال على المواجهة المباشرة لأن تدرك في نهاية المطاف أن هذه المواجهة سوف تكون مفتوحة على كافة الاحتمالات وقد تؤدي إلى مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة في ظل الظروف التي تعيش إيران إيران الآن غير مهيئة فعليا لخوض هذه الحرب في ظل الظروف الاقتصادي نحن نتحدث عن هيار اقتصادي واجتماعي انهيار للعملة الوطنية ارتفاع نسبة التضخم لمستويات غير مسبوقا انهيار للعملة الوطنية نتحدث عن حالة انقسام أو أفقي وعامودة بين التيار المحافظ والإصلاحي كل طرف يريد تحميل مسؤولية ما يجري للطرف الآخر هذا بالإضافة إلى احتمالية اندلاع الاحتجاجات مرة أخرى لأنه في صحيفة إيرانية قبل ثلاثة أيام نشرت مقال تدعى جامي جام تحدثت بشكل واضح عن احتمالية اندلاع الاحتجاجات على امتداد الجغرافية الإيرانية مجددا مما يشي بأن إيران في وضع لا تحسد عليه هذا أيضا نحن نتحدث اليوم عن تصاعد وطيرة العقوبات الأمريكية في ظل استراتيجية الخنق الاقتصادي التي تلجأ إليها الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة إيران هذا عدا عن حالة الصراع بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي التي تنصلت فعليا عن الوفاة بالتزاماتها تجاه إيران نتيجة لوضع هذه الدول أمام موقف محرج نتيجة وهذا تأتى بعد أن خفضت إيران من التزاماتها النووية خميني أيضا تحدث عن تصعيد المقاومة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل برأيك لماذا؟ مفهوم طبعا حديثي عن الولايات المتحدة لكن إقحام إسرائيل في هذا الشأن هل له رسالة ما بالإعاز للدول واستثمار حالة العداء العربي الإسرائيلي؟ يعني هذا الأمر لن يجدي أكله خاصة أن إيران دائما تتشدق بما يسمى بمحور الممانعة وضرورة إنعاش محور الممانعة وهذا ما تحدث به إحسين سلامي أو الجنرال إحسين سلامي عندما تسلم قيادة الحرس الثوري الإيراني أنه من المهام الأساسية للحرس الثوري الإيراني وعادة إيران ما صدعتنا وصدعت رؤوسنا عندما كنا ندرس في طهران في مرحلة الدكتوراه كنا نشاهد إيران كيف تسير يوميا المظاهرات وتصيح في مناسبات عديدة سواء كانت مناسبات مذهبية أو مناسبات قومية إيرانية وطنية كانت تتحدث بشعارات ماركبر أمريكا الموت لأمريكا ماركبر إسرائيل الموت لأمريكا والموت لإسرائيل لكن مذن انتصار الثورة الإسلامية لغاية الآن لم تطلق صاروخ واحد على لا أمريكا ولا إسرائيل هي كما ذكرت لك تحاول أن تحيي ما يسمى بالمشاعر الإسلامية عبر استثارة الشارع العربي والإسلامي الذي بات يقن العداء الشديد لإيران وسياساتها في المنطقة الآن نحن نريد في العالم العربي الاحتجاجات التي طرحت في العراق مؤخرا نادت بإيران بره بره ونريد عراق بلا قاسم سليماني الآن بدأت المنطقة كلها تريد لا تريد النفوذ الإيراني ولا تريد حتى كثير من الدول العربية باتت تخشى من إقامة علاقات مع الجانب الإيراني نتيجة لسياساته العدوانية تجاه دول المنطقة وبعتقد أنا محاولة اللعب بوتر للمحور الممانعة ومقاومة إسرائيل والاستقبار العالمي والشيطان الأصغر والشيطان الأكبر هذه عبارة عن أسطوانة مشروخة يعني هذه الأسطوانة بعتقد لم تعد لتنطلي على الشارع العربي ولا على الشارع الإسلامي ومحاولة توظيف هذه دعيني أسميه الشعارات في هذا التوقيت بالذات لن تخدم إيران إذا كنتم تريد مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الآن الطريق معبد كانوا سابقا يقولوا وأطلق على فيلق القدس لكن لم نرى فيلق القدس لا يقاتل لا في الجولان ولا في أراضي الفلسطينية ولم يقارع إسرائيل في أي يوم من الأيام هذه الطريق الآن معبدة تستطيع الآن من خلال سوريا ومن خلال لبنان أن تهاجموا إسرائيل إذا كنتم فعلا تقصدون مواجهة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الجانب الإسرائيلي هذا عبارة عن شعارات فارغة وشعارات لم تعد تؤتي أكلها في ظل الآن حالة العداء العربي والإسلامي ضد السياسات التوسعية الإيرانية مع سعي إيران إلى بناء ما يسمى بالكريدور الإيراني والمجال الحي والإيراني الذي بات على حساب الأمن الإقليمي والأمن العالمي على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر